السلام عليكم متابعين دراما سبورت انا متأكد تماما بانك متفاجئ مثلي يعني اكيد خيار تيتا فاليرو كان مفاجئ بالنسبة للكل لكل المتابعين لكرة القدم السورية بما فيهن انا يعني ما فيني اقول باني كنت متوقع التعاقد مع تيتا فاليرو يعني مدرب اجنبي بهاي المرحلة بصراحة اخر احتمال يعني وضعته بالنسبة للمدربين المحتملين لان بالاساس اللي عم بتدير الكرة السورية حاليا هي لجنة مؤقتة ما نمخولة اساسا تتعاقد مع مدرب لمشروع طويل الامد فبالتالي ممكن تفكر بمدرب اجنبي المشروع هو بناء على التصفيات الحالية لنهاية التصفيات وانتهى الامر فكل الامور كانت رايحة باتجاه المدرب الوطني المدرب المحلي وليس المدرب الاجنبي لذلك المفاجأة بصراحة موجودة هل هي مفاجأة سعيدة او مفاجأة حزينة هذا الشي اللي بدنا نحكي عنه بشكل مفصل بهذا الفيديو ما رح احكي عن تكتيك او طريقة لعب تيتا فاليرو ولا كيف كان نشغال مع المنتخب السوري سابقا رح نحكي عن اسباب تعيين تيتا فاليرو ورح نحكي عن حسن النية وسوء النية وانت اختار اللي بيناسبك وقبل ما نفوت بالتفاصيل بتمنى اذا ما عم تجيك الاشعارات من القناة فياريت تعمل اشتراك وكمان تفعل زر الجرس واكيد لا تبخل علينا باللايك خلونا نبدأ بموضوع الدخول بالنيات يعني كيف تم التعاقد مع تيتا فاليرو مدرب اجنبي مقبل على تصفيات مقبل على كأس العرب اكيد مانو متابع بشكل كبير للدور السوري وللاعبين السوريين كما المدرب المحلي انت بالاساس محتاج لمدرب يكون قريب من اللاعبين بيعرف اللاعبين بشكل جيد يعني تيتا فاليرو لما كان بيدرب المنتخب السوري ما في اي لاعب من التشكيل الحالية ولا القائمة الحالية كان متواجد بالمنتخب فبالتالي صعب جدا يكون في حكم او يكون في شي مفهوم بان تيتا فاليرو يكون مدرب المنتخب لكن رح نحكي عن حسن النية بالبداية يعني اذا حاولت حسن النية ويكون متفائل شو ممكن احكي عن التعاقد مع تيتا فاليرو او شو ممكن يكون السبب للتعاقد مع تيتا فاليرو رغم عدم وجود معطيات كافية للتعاقد مع مدرب اجنبي انتو بتعرفوا رأيي الشخصي رأيي الشخصي بعيده بذكر ورح عيده بذكر كل مرة انا مع المدرب الاجنبي لكن مع منح المدرب الاجنبي الاستراتيجية مع وضع استراتيجية لهذا المدرب ما بتجيب مدرب او تتعاقد مع مدرب فقط لموضوع اربع الى خمس مباريات بالتصفيات هذا الامر صعب جدا لان المدرب الاجنبي مختلف عن المدرب الوطني اللي بالاساس لازم يكون على معرفة تامة وعلى دراية تامة باللاعب السوري وبالدور السوري وبالكرة السورية المدرب الاجنبي ما نو مضطر اذا كان تيتا فاليرو عم يدرب بالاردن بالعراق بلبنان باي دولة فهو متابع للكرة اللبنانية والكرة العراقية فما نو مضطر يكون متابع بشكل شغوف او بكل حيثيات للكرة السورية وهون لازم أحكي عن موضوع حسن النية يعني أنه السبب الأول أني شايف من هاي اللجنة المؤقتة في عندها بعض القرارات الجيدة بعض القرارات اللي ممكن ناخدها بعين الاعتبار بأن هاي اللجنة المؤقتة حابة تعمل شيء بالكرة السورية البداية من دوريات الشباب الناشئين فيه شغل على هذا الدوري الموسم القادم ممكن تشوف دوري للشباب دوري للناشئين وليس فقط تجمعات ويعني لمدة شهر شهرين وانتهى الموضوع وبالتالي ما استفدنا شيء لا من فئة الشباب ولا من فئة الناشئين فيه شغل على دوري للشباب ودوري للناشئين وهذا الأمر أنا شايفه جيد بالكرة السورية وكمان قرار جيد من اللجنة المؤقتة يعني إذا عملوا شيء إيجابي فلازم نحكي عنه كمان الشغل السريع اللي عم بيصير حاليا وأكيد هذا بإشراف الأستاذ فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام بين وأخيرا يعني صار فيه إمكانية للعب بملعب دير الزور البلدي ونلعبت أول مباراة رسمية بين نادي شرطة دير الزور والجهاد بكأس الجمهورية وحقق فيها الجهاد الفوز بنتيجة واحد صفر وكان افتتاح ملعب دير الزور بعد سنوات من عدم اللعب بهذا الملعب فبالتالي كمان فينا نقول بين فيه بوادر إيجابية من دوري شباب وناشئين فيه افتتاح ملعب دير الزور العودة لملعب دير الزور إمكانية تواجد نادي الفتوة الموسم القادم بدير الزور فكل هالأمور بصراحة إيجابية واللجنة المؤقتة ممكن عم تشتغل خارج التيار أو خارج الأفكار القديمة علما طبعا في بعض الأفكار اللي تم طرحها كانت أفكار سيئة جدا وناقشناها بالفيديوهات الماضية بس كحسنية ممكن تم التعاقد مع تيتا فاليرو كون مدرب أجنبي خلال هالفترة القادمة ما بدهم المدرب يتعرض لضغوطات ما بدهم المدرب يكون قريب من وسائل التواصل الاجتماعي ما بدهم يكون بعيد عن الإعلام عن كل شيء يشتغل مثل ما بده خلال التصفيات القادمة ممكن يعمل شيء مع المنتخب وخصوصا بأن تيتا فاليرو معتاد على تواجده كمدرب طوارق ما بيتحجج كتير بموضوع أني أنا ما أخدت الوقت الكافي لتحضير المنتخب وهالأمور شفنا بكاس آسيا قبل بطولة كاس آسيا بال2018 استلم المنتخب قبل أسبوعين فبالتالي ممكن هذا الخيار إجا نتيجة بأن تيتا فاليرو عنده الإمكانية لتولي المنصب كمان من دون أي حجج وكمان لأن مدرب حاليا ما عم يدرب أي نادي بعد ما تمت إيقالته من تدريب نادي الميناء العراقي لذلك يا شباب هاي بوادر حسن النية أنك عم بتشوف في عمل نوعا ما في رغبة بالعمل مع بعض الأمور اللي ناقشناها سابقا في بوادر حسن النية من اللجنة المؤقتة أنه يعملوا شيء لكن إذا فكرنا بسوء نية وهذا الأمر الوارد يعني أنا حابب أطرح الموضوع بحسن نية وسوء نية يعني أحكي لك الأمور اللي بفكر فيها عن سبب التعاقد مع تيتا فاليرو بهذا الوقت بالذات وهون بصراحة عندي خمسين ألف إشارة تعجب وأربعة آلاف إشارة استفهام يعني على موضوع التعاقد مع تيتا فاليرو وهلأ أكيد في شخص رح يحكي بأنك أنت دائما عم تحكي عن المدرب الأجنبي وبدك مدرب أجنبي جابوا لك تيتا فاليرو فليش الاعتراض؟ طبعا منرجع ومنحكي ومنذكر بأن أنا مع المدرب الأجنبي صاحب المشروع صاحب الاستراتيجية ما بتجيب مدرب أجنبي طوارق ما بتجيب مدرب أجنبي لتلعبوا خمس ست مباريات لأربع أشهر وبعدها بتتخلى عنه فالأمر رح يكون يعني أكيد ما رح يخدم المشروع اللي عم نحكي عنه أو الاستراتيجية اللي ممكن تفيد من خلال التعاقد مع مدرب أجنبي نعم المدرب الأجنبي جيد لكن ضمن استراتيجية محددة وكمان ضمن مباريات ودية ولعب واكتشاف لاعبين الاعتماد على بعض المواهب بالوقت الحالي ما عندك الفرصة الكافية للاعتماد على أي موهبة ولا اعتماد على أي لاعب إن كان لأن أساسا أنت خلال ثلاثة شهور أربعة شهور لازم تكون مخلصة التصفيات والتجمع النهائي لذلك يا شباب وبالمختصر المفيد عن سوء النية فأنا شايف بأن تم التعاقد مع تيتا فاليرو لحتى يشيل الموضوع يعني ليشيل الليلة على منتخبنا وخلص وإذا حقق نتائج إيجابية فالفضل رح تكون للجنة المؤقتة وإذا ما حقق نتائج إيجابية فبالتالي رح تتم تهيئة الموضوع بشكل كبير للاتحاد الجديد ركز لي على هذا الكلام بالذات لأن مهم جدا عم بيتم حاليا تهيئة الموضوع للاتحاد الجديد أيا كان فهذا الموضوع صار خلص بنا نجيب مدرب أجنبي خلال هالأربعة شهور خمسة شهور إجمالا نحن ماننا متفائلين ممكن نخسر وبالتالي رح نرجع لموضوع تدوير المدربين اللي نحن بنعرفه أساسا ورح يصير بالاتحاد الجديد الاتحاد الجديد رح يقول جبنا مدرب أجنبي تيتا فاليرو وما حقق أي نتائج فالأمر تقريبا أنا بظن أنه لازم تفهموه بشكل جيد لازم تفهموه بشكل جيد بوقتها بعد أربعة شهور بشهر ثلاثة بشهر أربعة إذا ما حقق تيتا فاليرو النتائج الجيدة أشخاص مثلي إذا طلعوا وقالوا بدنا مدرب أجنبي رح يطلع الجواب حتى من الجمهور يعني كيف عم بتطالب بمدرب أجنبي ما شفت تيتا فاليرو شو عمل معه انتخبنا نحن ما بينفعنا إلا أيمن الحكيم وفجر إبراهيم أو مدرب فلانا أو مدرب عالتان فرح نرجع لنفس الإصطوانة وهذا الشيء يعني بهيئولة جمهور لأي شخص إن كان بين المدرب الأفضل لأي اتحاد جديد هو رح يكون أيمن الحكيم وفجر إبراهيم رح يكون مرشح أنا عم بعطيك هاي المعلومة مسبقا رح يكون مرشح لبعض المرشحين لرئاسة اتحاد كرة القدم الشديد بعض المرشحين رح يحط اسم مدرب من هالمدربين كاسم لحتى يدرب المنتخب الأول فبالتالي رح نرجع لنفس الكلام اللي حكيناه وأكيد هالمرة رح يكون بتأييد جماهيري بتأييد كتير من الناس جبنا لك مدرب أجنبي ما حقق أي نتيجة إيجابية بالتصفيهات طيب المدرب الأجنبي نحنا حكينا بأن المدرب الأجنبي لازم يكون بمشروع طويل الأمد وليس بلجنة مؤقتة بتجيب مدرب مؤقت للجنة مؤقتة فأكيد الأمر فيها وما فيها لذلك اللعبة الحالية اللي عم بتدور أنا عم بحكيه لك إياها من هلا من أول يوم تم التعاقد فيه مع تيتا باليرو بطبيعة الحال لو تم التعاقد مع الكابتن أيمال حكيمة وفجر إبراهيم أو أي مدرب آخر فنحنا مع المنتخب اليوم اللي بيفوز فيه المنتخب أكيد بنطلع فرحانين ومبسوطين ويعني اللي بدك إياه بس الأمر واضح يعني كيف تم التعاقد وكمان اللي تعاقد مع تيتا باليرو هو الكابتن أحمد قوترش اللي أساسا بآخر تصريح حكى بأن لازم يتم إيقاف النشاط الكروي بسوريا كيف عم تحكي لازم يتم إيقاف النشاط الكروي بسوريا وبنفس الوقت عم تتواصل مع مدرب أجنبي وبدك تتعاقد مع مدرب أجنبي فالأمر بصراحة عندي مبهم نوعا ما هلأ القرار المدرب الأجنبي معه لكن بالوقت الحالي أنا بشوف أن الأمور رح تكون صعبة على تيتا باليرو ويحتاج لمعجزة حقيقية يحتاج لمعجزة حقيقية تيتا باليرو ليس تيتا باليرو بـ 2011 لأن بـ 2011 كان مهيئ أكتر بـ 2011 كان عم يدرب بنادي الاتحاد كان قريب من اللاعبين كل هالأمور كانت سهلة جدا حاليا هو 9 سنوات 10 سنوات بعيد عن الكرة السورية رح نحكي بتفاصيل أكتر عن الطريقة اللي لعبها تيتا باليرو سابقا مع المنتخب كيف كان عم يدير المنتخب سلبيات وإيجابيات تيتا باليرو بشكل شخصي لكن اليوم عم بحكي عن تعيين تيتا باليرو كمدرب فيه فرق شاسع بين الموضوعين فأنا بتمنى أنت تعطيني بالتعليقات هل يا ترى أنت شايف بادرة حس النية من خلال الشي اللي حكينا ولا كما العادة فيه أمر يتعلق بإمكانية حرق كرت تيتا باليرو أو حرق كرت أي مدرب أجنبي ممكن يوصل للمنتخب بفترة الاتحاد الجديد وهذا الكلام ركزلي عليه بعد خمس شهور إن شاء الله إذا كان للعمر بقية بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة